اعلن ناشطون في حقوق الإنسان من تطار القرم أنهم سيتوجهون إلى المحاكم الدولية لطلب حماية قصر الخان بشبه الجزيرة والذي يعد أحد المعالم المميزة للتراث الثقافي والتاريخي للتطار وفقا لما أفاد به الناشط تطاري إيميل كربدينف لقناة يو اي تي في كربدينف شر إلى أن الناشطين الحقوقيين طالبوا بتوضيحات رسمية من السلطات الروسية حول الجهة التي سمحت واتخذت القرار بترميم هذا المعلم وكذلك الجهة التي تتولى التنفيذ موجة من الاحتجاجات على تشويه معالم قصر الخان اشتاحت مواقع تواصل الاجتماعي وطالبت فيها السلطات الروسية التوقف فورا عن أعمال الحفر بالقرب من هذا النصب التاريخي الحفريات وعملية الترميم التي تزعم السلطات الروسية إجراءها في قصر الخان في بخش سراي بدأت في صيف عام 2016 وفقا للنشطاء فإن أعمال الترميم لا يقوم عليها المتخصصون في ترميم المعالم التاريخية وإنما عمال يستخدمون أسليب الهدم بدلا من الترميم ولا يراعون معايير البناء المعمري تاريخي للقصر الذي يعود بنائه للقرن السادس عشر ومدرج ضمن قائمة اليونيسكو الجديدة التي ستعلن قريبا في عام 2016 عندما بدأت هذه المغامرة قلت ونبهت إلى أنه لن تكون هناك أعمال ترميم حرفية بل سيقوم بها عمال بناء عاديون وبلا خبرة مما سيتسبب بتدمير هذا المعلم الثقافي التاريخي وبعد ذلك سيجمدون أعمال الترميم بحجة نقص التمويل ولكن عندما يبدأ المجتمع الدولي التحدث عن تدمير هذا المعلم التاريخي لشعب تاري القرن والذي ينبغي إدراجه في قائمة اليونيسكو فإن كل هذه الفوضى ستتوقف من المهم جدا أن يبدأ العالم كله الحديث عن هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر